السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلابنا الكرام في درس جديد النص السماعي الوحدة الخامسة بكالوريا أدبي علمي أنيماتور المذياء بونجور مرحباً إسي راديو ألفة هنا راديو ألفة إلي نوفور الساعة التاسعة واسي لتيتر ها هو العنوان كونوزاً لون ديفولوبي الذي سنتطرق إليه أجوردوي اليوم النمو السكاني أو التزايد السكاني طبعاً هذه كلمات رئيسية وهمة بالنسبة لهذا الدرس الكروة السونس ديموغرافيك أو هذه الوحدة النمو السكاني في الهند الكروة السونس ديموغرافيك النمو السكاني في الهند نحاول نركز راح حاول أكرر أكثر من مرة الكلمات الجوهرية والهمة في هذه الوحدة إن شاء الله خلال النص نزافون نحن معنا أو لدينا نوتر كوريسباندان كوريسباندان مراسلنا آدلحي في مدينة ديلحي طبعاً مدينة في الهند معروفة عاصمة الهند ديلحي لا يتاجم بنا لا يتاجم نعني على يجري يضعنا لا يجري نعني على المطازل في اليوم في ما يحصل والف터�swijk للجعل الوحدة بالكتัف للجعل المؤتمر طبعا كلمة أيضا رئيسية Congress National الوطني طبعا في السابق خلال المنهج في كلمة International وتعني دولي أما هذه الكلمة Congress National Congress National يعني المؤتمر الوطني سير عن la croissance demographique تكلمنا عن هذه الكلمة هامة جدا النمو السكاني كروسانس ديموغرافيك النمو السكاني لابا هناك في الهند المقصود إذن الكروسانس ديموغرافيك مانسا Congress National يعني Congress National جن المؤتمر ناشيونال الوطني لكرسبندان المراصل بونجور لوريانت مرحبا يا لوريانت مونجور أتو مرحبا للجميع الكروسانس ديموغرافيك لاحظنا ما الكلمات الهامة تتكرر خلال النص رئيسية هذه الكلمات بديهية المفروض نتقنها ونعرفها ونحفظها إن شاء الله الكروسانس ديموغرافيك النمو السكاني إنديين وهي صفة مؤنثة الهندي في الهند يعني روبرزونت يشكل لديفي تحديا لديفي كلمة مهمة النمو السكاني هذه مشكلة تشكل لديفي ديفي تحديا ماجور رئيسيا أساسيا دولند في الهند أو ديزنوفيام سيكل في القرن الواحد والعشرين ديز أو فانتيان سيكل ديزولي في القرن الواحد والعشرين لرسبونسابل المسؤولين كلمة مهمة أيضا النمو السكاني يتعلق بسياسات الدول أيضا تتواجه هذه المشكلة يعني أنا مشكلة على مستوى دولة بالكامل فهنا لرسبونسابل رسبونسابل كلمة مهمة المسؤولين بريزون المتواجدين الحاضرين يعني أو كونغرس نتكرر هذه الكلمة كونغرس ناسيونال المؤتمر الوطني أو كونغرس في المؤتمر الوطني إذن كلمة كونغرس إذن إن الإرسبونسابل المسؤولين البريزون المتواجدين أو كونغرس في المؤتمر دي باترون سيناقشون سيناقشون دي باترون لسجي موضوع دي باترون النمو السريع دي باترون النمو السريع للسكان النمو السريع للسكان إذن كلمة رابيد رابيد سريع المتواجدين سريع هذه الكلمة السكان إذن النمو السريع للسكان supplements يعني هل هو مسألة transmeticity نعمة و in maldication وهي كلمة تعاملة maldication عكس النعمة نقمة طبعا مال غالبا تعطي معنى معاكس للكلمة أورو سعيد مالورو تعيس تمام؟ هاي مال السابق الأحرف الثلاث في الكلمة ماليديكيسيون لاحظوا التشاوى بنا وبينيديكيسيون نوعا ما فبينيديكيسيون نقمة أم نعمة أم نقمة يعني تناقشون حول هذا النمو لكروسوس ربيد النمو السريع للسكان هل هو نعمة أم نقمة من أجل التحدث عن هذا الموضوع لدي السيد راجي لدي معي السيد راجي إكسبير وهي كلمة مهمة خبير لديه علم في هذا الموضوع إكسبير فاضح؟ إذن خبير هندي هندي ونديموغرافي في النمو السكاني إلان دي بارتسيبان وأحد المشاركين أو كونغرس في المؤتمر لا ننسى بارتسيبان بارتسيبان كلمة مهمة مشاركين ولدينا مؤتمر أكيد راح يكون في عدنا إيش مشاركين داكور إذن أو كونغرس كونغرس داكور كونغرس في المؤتمر ميسيو راجي السيد راجي لابتسيبان النمو السكاني في الهند أغمونت ازداد دانديرون نحو ديزنف مليون دبيتون حوالي يعني أغمونت طبعا ما ننساها كلمة ازداد يزداد اتكررت هذه بالمنهج ضرورية مهمة حوالي ديزنف مليون ديزولي ديزنف مليون دبيتون تسعة عشر مليون نسمة باران بالسنة سيفري سيفري هل هذا صحيح ما ننسا باران باران بالسنة نكمل القسم الثاني من الدرس ميسيو راجي السيد راجي نعم في أقل من قرن الليزنديان الليزنديان الهنود انجي لور نومبر لور نومبر رأو عددهم مولتيبلية مولتيبلية يتضاعف وهي كلمة هامة مولتيبلية مولتيبلية يتضاعف رأو لور نومبر عددهم يتضاعف بار سنك خلال مضروبا بخمسة بار سنك مضروب بخمسة سو لفه تحت تأثير لفه إفه أثر أو تأثير دي بروغري دي بروغري وهي كلمة هامة بروغري تقدم تطور تحت تأثير تقدم أو تطور دولاميت سين الطب دولاميت سين الطب تحت تأثير أو تطور الطب يعني الأعداد سكان الهند ضعف خمس مرات تقريبا بفضل أو تحت تأثير بروغري تطور دولاميت سين الطب أنه تطور الطب يؤدي إلى قلة الوفيات دوركيل وتراجع أو تقهقر دي زي بي ديمي الأوبئة يعني ركيل طبعا وهي كلمة هامة ركيل تراجع تراجع دي زي بي ديمي الأوبئة الأوبئة طبعا الأوبئة تؤدي إلى الكثير من الموت تمام الأوبئة تحصد الكثير من الأرواح فتراجع الأوبئة أدى أيضا إلى تزايد وتضاعف أعداد ملتيبلي لا ننسى لورنومبر ملتيبلي تضاعف أنه سكان هدراء عددهم يتضاعف بفضل غناء أو بفضل دي بروغري تطور دولا ميتسين الطب ميتسين دي ركيل تراجع دي زي بي ديمي الأوبئة إي دولا دي سباراسيون واختفاء دي سباراسيون اختفاء أو انقراض دي سباراسيون واختفاء أو انقراض ديفامين المجاعة هنا اختفاء المجاعة يعني المجاعة أيضا تؤدي إلى الكثير من الوفيات ناس يموتون من دون بسبب قلة الغذاء دكور فالمجاعة تؤدي إلى الوفيات أيضا يمكننا انسي كذلك ستنضر التنبؤ بما ستصبح عليه الهند إذن يمكننا ان انسي كذلك ستنضر بالتنبؤ على ستصبح بما ستصبح عليه بأن الهند ستصبح النبو للعالم والعالم والعالم الانتور دو ميل وانسانك حوالي الالفين وخمسة وعشرين بعد خمس سنوات سوكي بوز مما يطرح دي بروبلم مشاكل بروبلم طبعا كلمة بديهية تكررت بالمنهاج بكثرة مما يطرح مشاكل دو سور بوبيلاشون التزايد السكاني بوبيلاشون إذا تذكرون هذه الكلمة إذا حذفنا أول ثلاث حروف مرت معنا خلال النص بوبيلاشون وتعني سكان سير تعني إضافة سير يعني تأتي بمعنى أكثر تمام فهنا بمعنى التزايد السكاني كلمة جديدة مرادفة الكروة السنس ديموغرافيك النمو السكاني كلمة مقابل كلمة كلمة وصفة مرت معنا خلال النص سير بوبيلاشون كلمة مهمة إذن تعني التزايد السكاني الفقر اللي بعده دونك دينباغ من جهة سولا ربريزونت ذلك يشكل إن رشيس إن رشيس ثروة ثروة غنى رشيس كلمة مهمة أيضا ثروة بوست ك نزغون بما أننا سيكون لدينا ستكون هذه إذن ثروة أن التزايد السكاني يصبح إيش كلمة مهمة يصبح رشيس ثروة بسين في شرط طبعا بوسك ستحقق الشرط هنا بمعنى بما أننا سيكون لدينا إن بوبيلاشون ذكرناها من شوي سور بوبيلاشون ذكرات بداية النص بوبيلاشون سكان بما أننا سيكون لدينا سكانا جن شبابا تمام سيكون لدينا شعبا يعني يكون سكان أو جن شباب و اكتيف ونشيطين أنه التعداد السكانية حينما تكون نسبة الشباب أعلى أحشو خلال نص تكون نسبة الشباب أعلى أكيد هذه ثروة لأن الشباب قادر على العمل قادر على الانتاج اليوم الأقل من عشرين سنة سنة هذه الكلمة تكررت أكثر من مرة خلال النص خلال هذا النص تشكل يعني نسبة الشباب اللي هم أقل من عشرين سنة جدوا تشكلون 45.3% يعني 45.3% بالمئة من سكان الهند نركز على هذه الكلمة تتكرر ونحن نتكلم عن السكان وعن التزايد السكاني إنديين في الهند دونك نكمل لكن من جهة أخرى البلد ينبغي أن يواجه يواجه ثم ذكرت بداية النص حاليا نشوف شنو الدف التحديات الموجودة التحديات اللي ناجمة عن إيش كروة الصونس ديموغرافيك أكيد أحفظتوها وما رح أقولها كروة الصونس ديموغرافيك ما رح أقولها بالعربي لأنه صارت بديهية وتكررت إذن دفي تحديات دونورير الغذاء لوجه لوجه كلمات مهمة كل كلمة لوجه السكن سكولاريزي الدراسة التعليم يعني سكولاريزي الدراسة النومبر أمبرطان يعني تعليم عدد تعليم عدد مهم دانفان أو دراسة تعليم عدد مهم من الأطفال إلور كريه لور كريه وتقديم لهم كريه إنشاء أو خلق تقديم لهم ديزامبل و توفير لهم يعني كريه ديزامبل و وظائف أمبل و كلمة مهمة كريه لأنه المطلوب منه ننشأ نوفر لها الأشخاص ديزامبل و وظائف عمل بلوتاخ فيما بعد هاي كلها اسم ها دي في ركز تحديات هدنا مشكلة معناته في تحديات تمام دون كوررسبوندون دون كوررسبوندون المراسل إسكو لكستيون دو لانفان هل مسألت الطفل ينك الوحيد خمان هاي سياسة متخذة في بعض البلدان مثل الصين كانت متخذة لا أعرف إذا كانت حتى الآن مستمرة هذي السياسة دونك لانفان ينك الطفل الوحيد إذا كانت مستمرة كتبونا بالتعليقات إنه مستمرة هذه السياسة سوغا بزي إذن هل لا كستيون مسألة الطفل الوحيد سوغا ستكون بزي مقترحة سور للتعب الدمان على الطاولة غدا ميسي راجينو لا ستين كستيون دو رسبونسابلتي إنها مسألة رسبونسابلتي مسؤولية رسبونسابلتي مهمة مسؤولية انديفديل صفة مؤنثة مهمة هذه الكلمة انديفديل انديفديل فردية نوزالون اكسي نوزالون نحن سنركز جهودنا نوزيفور نوزيفور إفور جهود كلمة مهمة جهودنا سور على لكامبانية حملت حملات دو سنسبلساتي سنسبلساتي كلمات مهمة التوعية ايدان فرمات و المعلومات بور لفمي من أجل العائلات إذن انتهى هذا الدرس هيدا المقطع أكثر من مرة حتى نركز ونحفظ المفردات الهامة لأنه في حال إجا نص موازي لهذا النص رح يكون الأسئلة عليه صح خطأ اختيار متعدد يعتمد على فهمنا للنص ومعرفتنا المفردات الهامة الحساسة اللي ذكرتها خلال النص لا تنسوا الضغط بزر الاعجاب إذا أعجبكم هذا الفيديو داكوغ والاشتراك بالقناة ولا ننسى تفعيل الجرس كل مرة كل مرة في حال نزول أي مقطع إن شاء الله ما يفوتكم المقطع هذا بالنسبة لطلاب البكالوريا وانتظرونا في دروس جديدة يوميا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر